رؤوف خليف معلق رياضي تونسي ولد في يوم العاشر من مارس لعام 1962 هو متزوج وله ثلاثة اولاد درس في كلية الحقوق بجامعة مونو بليه بفرنسا بدأ مشوار رؤوف خليف كمراسل لبعض الصحف الفرنسية لنقل اخبار الرياضة العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاصة خاصة لوجود اعداد كبيرة من العرب في فرنسا وبدأ بالتعليق من خلال القناة التونسية الارضية ومن بعدها نقل الى قناة تونس السبعة الفضائية بعد ذلك طلبته شبكة راديو وتلفزيون العرب وانضم اليها عندما كان مقرها في ايطاليا يعمل الان معلقا على قنوات بي ان سبورت العربية من البطولات التي علق عليها الدوري السعودي الدوري القطري خليج 22 كأس العالم كأس القارات كأس امم اسيا كأس امم افريقيا كأس امم اوروبا كأس كوبا امريكا التصفيات المؤهلة للبطولات الكبيرة كأس العالم للاندية دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اسيا دوري ابطال افريقيا الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الاسباني الدوري الاردني الدوري الايطالي الدوري الفرنسي الدوري التونسي دوري ابطال العرب الدوري المصري الدوري المغربي كأس العرب وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والاعجاب في هذه القناة لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته